أهلا بكم في هذه المقابلة الخاصة مع رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع شكراً لإستدافتنا أهلا وسهلا رح نبدأ بالملفات الإقليمية مع أنه في كتير حديث معك بشؤون لبنان والعالم سوريا وإيران مقبلين وحزب الله مقبلين على رزمة عقوبات مالية جديدة برأيك ما مدى تأثير ذلك على لبنان؟ التأثير مباشر ما فيه بس ما في شك أنه بيضل فيه تأثير غير مباشر بحكم وجودنا بنفس المنطقة بس ما بتصور أنه رح يكون التأثير كتير كبير تمويل حزب الله سيبقى كما هو في ظل إيران متقلة بهموم اقتصادية؟ أصلاً لهلا ما بقى مثل ما هو وكلما اشتدت العقوبات على إيران كلما طبعاً انحكست على تمويل حزب الله ومبيني نسبياً على الساحة اللبنانية هل تخف قوة حزب الله إذا كان تمويل خفيف؟ حكراً لا يؤثر هذا الموضوع بالميليشيات؟ لأنه طبعاً يؤثر ما تنسي حزب الله بجزء منه عقيدة وإديولوجيا بروحها بعد من هك وشعور ديني كبير وشعور ديني تاريخي كبير بس بجزء آخر متفرغين بأعداد كبيرة عم نحكي بعشرات لألاف بياخدوا معاشات وأساسات اجتماعية مساعدات كبيرة وبالتالي طبعاً هو بأسروا ما هو مستقبل الحزب برأيك في لبنان؟ بما أنه صاروا اليوم جزء مهم للحكومة اللبنانية لمستقبل الحزب ولا أي حزب إلا الانتظام ضمن إطار الدستورة اللبنانية وممارسة دوره كحزب سياسي متبقية الأحزاب أي شيء غير ذلك يقول لك شغلة ويخضها حتى من تجربتنا مع أنه ليس تجربة ممثلة كقوات لبنانية لا يستقيم في نهاية المطاف إلا القانونية لا يستمر ما في استمرارية إلا للأمر القانوني الأمر القانوني أنه بحيالة دولة سلاح يكون بإيد الجيش تبع الدولة بإيد الدولة فقط القرار السراتيجي بيكون بإطار الحكومة الشرعية أي شيء غير ذلك ممكن يستمر سنة نال 15 ساعة عشرين متما استمر بوضعياتنا بس بالنهاية المطاف مستحيل يستمر وبدأ ترجع الأمور إلى النصابة يعني بعد كم سنة؟ ما حدا بيعرف المهم من ضل نسعة ونحن عم نسعة ومن أول لحظة عم نسعة تعرفي بقية ظروف صعبة بس ما عندي شك لحظة أنه الأوضاع الغير شرعية لا يمكنها الاستمرار وبالتالي وضع حزب الله لا يمكنه الاستمرار كما هو ما لم تتغير أو يتغير نظام الحكم في إيران هل يرتاح لبنان من التدخلات الإيرانية؟ ما في شك أنه النظام الإيراني الحالي بوجوده خصوصاً بنظرية تصدير الثورة تسبب باضطرابات في العديد من الدول العربية بدءاً من اليمن ومش انتهاءاً بلبنان هيا ما في شك فيه بس خصوصاً خليني أحكي هلا عن لبنان لبنان عنده مقومات الحياة الدستورية وعنده تاريخ ما يكفي على أنه يقدر يتخطى هالتدخلات هاي دين وهالتأثير حتى لو ما سقط النظام ككل في إيران يمكن البعض بيأخذ على لبنان واللبنانيين أنه ما عم بيقوموا كفية بالوقت الحاضر بالمعنى تبعنا يعني مش بالمعنى تبع حزب الله لقيام دولة فعلية في لبنان بس برأيي اللي صار لحد هلأ منه قليل طبعاً ما بيصل لمستوى طموحاتنا بالزمان وبالمكان بس عاجلاً أم عاجلاً سنصل إلى قيام دولة فعلية في لبنان هي فيها كل القرار الساتيجي وهي فيها كل السلاح بدون أي حدث تاني رح أحكيك بالصراحة هناك انتباع بالعالم العربي أنه أصبح لبنان دولة حزب الله ولبنان أصبح في حضن إيران غير صحيح على الأطلاق في كتير وقعات ولو كانت وقعات صغيرة بتدل على ذلك مثل البعض مثلاً من شهر تقريباً في المجلس النيابي تم تشكيل مجلس هو المجلس الأعلى لمحاكمة النواب والوزراء والرؤساء جرب كتير حزب الله أن يدخل عضو هو النائب ألبير منصور في هذا المجلس لم يفلح وسقط وانتصر نائب آخر من 14 أدار الأقحاح يلي هو اليس حنكش من حزب الكتائب ولكن لم تشكل حكومة إلا لما أعطي حزب الله ما يريد ولم يأتي لبنان برئيس إلا على قياس حزب الله سراحة ما فيك تئيسي كل الأمور على بعضها مثلاً بما يتعلق بالتعطيل الرئاسي لم يكن الفعل لحزب الله وحده حزب الله وحلفاء المباشرين المباشرين لم يكنوا يستطيعوا حتى يعطلوا انتخابات الرئاسي بس بوجود كتل كبيرة مثل كتلة تيال وطين الحر خلت أنه حزب الله لم يكن حزب الله الذي عطل بل تيال وطين الحر لكي يصل يصال مرشعه إلى رئاسة الجمهورية فأذن بكتير أوقات عم بيكون فيه نوع من تقاطع مصالح بين حزب الله وفرقة وأحزاب آخرين لبنانيين تؤدي إلى فعل يظن البعض أنه منفعل حزب الله بس بأحيالها موقع فهلا يكون ما فيه تقاطع مصالح بتلاقي أنه حزب الله وحلفاء المباشرين أقلية مش أكترية هل دخول حزب الله بهذا الثقل بالحكومة يعني أنه بدأ يجهز نفسه لدوره السياسي البحث في لبنان وليس فقط العسكري لا أدري ماذا تعنيه دخول حزب الله بهذا الثقل يعني حزب الله عمليا عمليا إذا بدأ يوخت حزب الله كحزب الله لدي حزب الله بشكل مباشر ثلاث وزراء كحلفاء عنده أمل ثلاث وزراء وعنده حليفين آخرين موجودين في الوقت الحاضر في تكتل جبران بسيل فأذن بهذا الثقل يعني طيار المستقبل واحده عنده ستة وزراء ورئيس حكومة إنه مين بيكون تقلو أكتر الطيار الرئيس الجمهورية عنده عشر وزراء فأذن بعض الأوقات يعني عمليا ولكن كان عندنا شعور أنه شوي بعض الأحيان حزب الله يختبئ يعني خلف حركة أمل بكتير من المناصب الوزرية في الأمور الستراتيجية ما معك حق نعم في الأمور التكتيلة يعني بالأمور التكتيلة التي تتعلق بإدارة الدولة وكيفية إدارة الدولة وبعض الأمور الأخرى أو قاتة أو قاتلة وهذا أمر نشهده كل يوم على طاوت مجلس الوزراء وفي مجلس النواب خليني أقول القاعدة هو أن يكونوا متفقين ولكن ليس القاعدة تسودوا دائما لا أعلنت الهدنة مع حزب الله وسلاحه لا أبدا بس عدم القتال كل الوقت لا يعني الهدنة بس مش معنات أنه تقاتلي شمالا ويمينا بسبب وبدون سبب لا بس الهدنة اللي سبب بسيط يعني إحنا أنا شخصيا عندي إيمان راسخ أنه بوجود سلاح حزب الله لا يمكن أن تقوم دولة لبنانية فعلية جمهورية قوية كما نريدها وبالتالي إيه بس أنه إذا ما في موضوع أنه هيك بيدل واحد لا لكن فيه انتباع أنه شكلته حكومة دخل فيها كل الأطراف السياسية اللبنانية بس نايق حزب الكتائب وما في يعني ما عاد في لبنان معارضة حقيقية ومتل غضيته النظر عن سلاح حزب الله تحت شعار الهم الاقتصادي للمواطن اللبناني لا أولا مش تحت شعار الهم الاقتصادي لأنه فيه هم اقتصادي فعلي فعلي هلأ بنحكي فيه يعني فيه هم اقتصادي فعلي ممكن أن يؤدي إلى تدهور وضع إلى ملات أحمد وعقباه وبالتالي هيدا هم أساسي واحد اثنان فيه صفقة بين كل الأطراف السياسية بين أكتر من الأطراف السياسية أنت من ضمن هالصفقة أبدا ولا لحظة ولا بأي موضوع مشان هايك بتشوفي إيدينا أحرار أحرار أنه نعارض حيالة موقف أو نأيد حيالة موقف ما بتلاقي أحد فيه يتهمنا بأي شيء لسبب بسيط وقت ما بيكون في شيء ما فيه حدا يتهمك بشيء الوضع الاقتصادي هناك شعور أنه أوكي لبنان بأمان وكثير من مسؤولين اللبنانيين دعوا على شاشة العربية والحدث السياح العرب لا يجوا على لبنان ولكن هناك انتباع أنه البلد على شفير انهيار اقتصادي أو ثورة اجتماعية قدي بتحملوها بهالحكومة أنا ما بعتد على شفير ثورة اجتماعية على شفير انهيار اقتصادي بالمعنى انهيار الكبير كمان لا البلد دخل بصعوبات اقتصادية مالية هائلة صراحة بس هذا شيء ثورة شعبية شيء آخر وانهيار اقتصادي بالمعنى انهيار لا ممكن إذا لم تتخذ تدابير المطلوبة ممكن أن تشهد الحكومة أيام صعبة طيب والتدابير رح تكون عساب المواطن اللبناني يعني كان في حديث عن اقتطاع من معاشات الموظفين في تعليد سعر البنزين الفيول في كتير خطوات مطروحة كل هذه الخطوات تناقش في الوقت الحاضر نحن لن نتخذ موقفاً قبل أن نرى السلة بأكملها بس بالنسبة لنا لازم نبلش من مطرح ما لازم نبلش لازم نبلش بالامكانيات المالية ضخمة وبعدين نتدرج لحديث ما نوصل إذا اضطرينا لبعض الإمكانيات الإقتصادية الصغيرة تنقدر نقوم بالوضع بس بكيفة الأحوال مثلاً الشغلة مثل زيادة في الدرائب على البنزين نحن منا معها وما ننا مضطرين نعمل هايك إذا بلاشنا نمطح ما لازم نبلش فيه فينا أقول لك انتباع الشارع إنه المسؤولين اللبنانيين عندهم حياة مرفهة جداً يحكي عن الكهرباء وأنه بيصير في صفقات تحت الطاولة بيطلع مستفيد مننا أطراف سياسية وحزبية في لبنان يحكي عن النفط نسمع عن شركات تؤسس باسم أحزاب وأطراف سياسية في لبنان في شعور بعدم الثقة أو بيسمعها من كل الأطراف يعني من القاعدة الشعبية المنتمية لكل الأحزاب نحن منشارك الناس هالأطراف في فساد حقيقي بالأجهزة الدولية في فساد حقيقي بأصمة بير من طبقة سياسية بما يتعلق بالكهرباء يعني ما بقت افتراض إنه بكتير مراحل والمسناها ولو شميعاً بعد مسناها لمس اليد فيه بس بما يتعلق بالنفط نحن بعمل مسنا شيء بالوقت الحاضر بالمراحل اللي قطع النفط لمسنا شيء على شو بصير بعدين بندنا انتباع تنقدر نشوف بس خليني أقول إنه من وراء الوضع العام ككل صرنا عم نقدر ولو عددنا أربع وزراء من أصل 30 صرنا عم نقدر نواجه في مجلس الوزراء صارت عم تتكتل عدة كتلة وزارية تنقدر نوقف بوجي صفقات مفترضة هناك انتباع أن المنطقة مقبلة على خضة أمنية أولاً العقوبات الأمريكية على إيران وأداء وتصرفات الحرس الثوري الإيراني والتهديد الآخر هو إسرائيل نبحث فيه بعد قليل هل هناك خوف على مضيق هرمز على نوع من رديد فعل للحرس الثوري الإيراني في مناطق إلو نفوذ لبنان منه لبنان العراق اليمن خليني بالمناسب يجرب أعطي فكرة مثل ما أنا شايفة عن وضع المنطقة الأساس هو أنه المواجهة الأمريكية مع حلفاء والإيرانية مع حلفاء مواجهة جدية مواجهة جدية أنا ماني شايفة مواجهة هيك مؤقتة أو مرحلية أو تكتية بتصور حتى أشعاراً آخر هاي المواجهة رايحة للآخر رايحة للآخر مش بالضرورة يعني تروع على مرحلة عسكرية يمكن أي يمكن لا بس بجوهرها رايحة على آخر وأكبر دليل يلي سمعناه بالأيام الماضي ومفاده أنه الاستثنائيات يلي عطوها الأمريكان بمرحلة أولى عن نفط الإيراني راح يوقفوها كلها سوا معنات أنه من هلأ لثلاثة أو أربعة أيار يعني صار في مشكلة كبيرة بتصدير أي نفط إيراني هاي اللي راح زيد بالتوتر بالمنطقة هلأ بهالسية لأنه عم بيشتد الخناق على الاقتصاد الإيراني وبالتالي ممكن إيران تجرب تعمل ردة فعل بأي وقت من الأوقات لأنه الاقتصاد هو يوازع عسكر أمن حكما بأي وقت من الأوقات ممكن إيران تعمل ردة فعل غير محسوبة في مكان ما إجملاً الإيرانيين عم بيحسبوه بس ممكن ما حدا بيعرف بس بتأديري أنا بيأخذ مثلاً مضيق هرموز بتأديري إذا صار أي ردة فعل إيرانية مش بمحلة ما رح تمره بسهولة يعني الجو مثل ما هو كله سوا هو جو تصعيدي من كل الأطراف ولبنان حليف من حليف دول خليجية عم حليف إيران لبنان ما أعتمد سياسة خارجية تسمى سياسة النائب النفس الدولة كدولة مش ممكن عم تيرها السياسة صراحة الدولة كدولة عم تلتزم فيها يعني بعطيك عدة أمثلة إنه كيف التزمت فيها بعض الأطراف داخل الدولة مثل حزب الله مثلاً من وقت للتاني وزير خارجي للأسف إنه هني ما بيلتزموا فيها بش الدولة كدولة تلتزم فيها وملتزم فيها ومش إنه هيك شايف الوضع في لبنان بالهدوء يلي هو فيه والعلاقة مع السعودية والإمارات ودول العرب بالوقت الحاضر كتير طبيعية ما رجعت هالعلاقة استعادة حرارتها السابقة بين سنوات 2005 أو 1995 أو 1995 للألفان وعشرة لا بس إنه رجعت عليقات طبيعية بالوقت الحاضر بالإضافة إلى أنه الخليج إن كان مملكة العربية السعودية ولا دولة الإمارات عندهم احتمامات أخرى ملحة أكثر من لبنان أهم اليمن بالوقت الحاضر بموضوع التهديد الآخر هو إسرائيل بشطبة ألم رئيس أمريكا ألب الجولان السوري المحتلة لأرض إسرائيلية هاي أمريكا بتقدر؟ هاي عورقته؟ لا في بعض الأشياء حتى لو أمريكا يعني ما بيقدروا يعني قصة الإيدس قصة الجولان لا مش قصة تصريح بها من رئيس أمريكي طيب لبنان لم يرسم حدوده مع سوريا وبالتالي عنا أراضي لبنانية على الورق سورية ورفض السوريون ترسيم الحدود بالماضي أصبحت إسرائيلية؟ صراحة النظام السوري الحالي صلنا 50 سنة من عاني معه 50 سنة متواصلة وصل الوقت النظام السوري الحالي بيقلك أكثر من قصة ترسيم حدود وصل الوقت أنه كان محتل لبنان ككل بعد عم تحكيني بترسيم حروض هاي آخر مشكلة بعد عنا إياها معه بالإضافة إلى مشكلة الأسرى اللبنانيين في السجون السوري والمفخودين اللبنانيين فإذن إياه عنا مشكلة على الصعيد مع النظام بسوريا بس أنا ما برأيها النظام مستمر بانتظار دولة سورية جديدة هلأ بنحكي بسوريا بعض الخبراء يعتقدون أنه الحرب مع إسرائيل آتية لا محالة أنا ما بقول هايك الوضع بالمنطقة مفتوح على كل الإحتمالات بس هذا ما بيتفعني أقول على أنه الحرب آتية لا محالة حسب الله شريكم بالحكومة هل الآن مجبر أنه يأخذ رأي الحكومة قبل أي عملية عسكرية على حدود؟ طبعاً نحن أول آخر هيدا رأينا هلأ بتقليه رح يأخذ ولا ما رح يأخذ صار بحث آخر بس بيكون إلا موقف آخر كمان هذا الفيكي تعملي بالسياسي نعم بموضوع سوريا هل انتصر بشار الأسد؟ أبداً هيدا انتباع خاطئ موجود عندك تير رح يرجع على مجتمع الدولي؟ ما رح يرجع على مجتمع الدولي؟ أول يمكن لبنان الرسمي يطالب بيعاته لجامعة الدول العربية؟ لا مش لبنان الرسمي الوزير جبران بسير بصفته الحزبية يطالب الحكومة اللبنانية عند رأيه آخر رئيس الجمهورية ميشيل عون بالقمة العربية أنا كنت حاضرة كمان نفس الشي حكاً يطالب بس مش بشكل رسمي الموقف الرسمي بيطلع عن مجلس الوزراء مجلس الوزراء مش اخد اي قرار لبل اخد ارار انه ما ياخد ارار بهالخصوص استعاد مناطق نظام بشار الأسد في سوريا سيطر على معظم سوريا بعتد الاستعاد المناطق هي القوى الايرانية الموجودة بسوريا بمعاونة الروس ونظام الأسد مسلعات شيء واذا بترجع على نظام الأسد بحد ذاته هلأ ينسحبوا الايرانيين من سوريا بسوط هلأ ينسحبوا الروس من سوريا بسوط نظام الأسد والايرانيين سوا المعادلة معروفة فيك تعتبر انه هلأ السلطة في سوريا موجودة بين ايدان ايرانيين الروس لامريكيان الاتراك عملياً وبالتالي ما فيك تحكي عن دولة موجودة بسوريا هلأ روسيا تقول انها حامية الاقليات المسيحيون أقلية في الشرق الأوسط هل تشعر بارتياح وأنت رئيس حزب مسيحي بشكل عام أنه في قوة كبرى على بعد ساعتين ثلاثة من بيروت تقول لك صراحة نحن ولا لحظة من اللحظات منحس حالنا كمسيحيين في لبنان أقلية بهذه المنطقة منحس حالنا من سكين المنطقة الأصليين الأصليين ثانياً وقت اللي في حاجة للدفاع عن نفسنا نحن ندافع عن نفسنا نحن ندافع عن نفسنا هذا بالمبدأ بما يتعلق بالطرحة الروسية أنه حامية الأقليات أنا مني هيك شير أنا شايف أنه بشكل مستمر ومثل سياسة كل دول كبرى روسيا هي حامية مصالحها في الشرق الأوسط وإن عندنا مصالح شطط هذه المصالح بتعملون بس مش بتجيب تضحي بمصالحها في سبيل لا أقليات ولا أكتريات بين أهل اللين مثل ما شفنا آخر سبعة أثمان سنين الأكتريات هي اللي بدها حماية سارة المنطقة مش الأقليات بأي معنى؟ بسرية بسرية مين اللي سأطلوا أكتر شيء دا حاجة؟ سنة سنة فإذاً ما بقت الحرب بين مسيحيين ومسلمين أو أقليات وأكتريات صارت الحرب بين فرقاء آخرين خلين يسميهم معتدلين متطرفين بنظرة سريعة على دول الإقليمية الجزائر، السودان، اليمن، كيف ترى لبنان من معراب والدول محيطة؟ هلأ اللي عم بصير بالجزائر وبالسودان تحديدا اليمن بحث آخر باليمن يعني فيه أقلية حسية عم بحكي كحسيين يعني ما نخلط بين الحسيين والزايدين غير بحث للأسف فاتت فيهم إيران يعني أعطتهم حجم أكبر وكتير من حجمهم كمان شاءته ظروف على أنه يعني تحالفات معينة مع الرئيس الراحل علي عبدالله الصالح وأدى الأمر إلى ما أدى إليه فإذاً مشكلة أخرى باليمن بما يتعلق بالسودان وبجزائر يلي عم بصير هلأ بالجزائر والسودان هو اللي صار بالبنان سنة 2005 تقريباً يعني مبين عن حضارة رقي بالرغم من صعوبة الوضع بها البلدين أقصى تمنيتي أنه هالثورات الشعبية تحركات الشعبية توصل إلى نهايات السعيدة بعد ما وصلت إلى نهايات السعيدة أطعت أشواط لبأس بها بس بعد قدام أشواط أخرى إن شاء الله تقطعها بسلام إذا بدي أسألك بإيجاز ما هي مشكلة لبنان مشاكل عديدة بتبلش من وجوده بالجغرافيا بتذكر بالزمينات إحدى الفنانات في لبنان سألوها قالوا لأتب شو بتتمنى أنت قاتل بتتمنى إذا بنقدر نشيل لبنان من مطرح ما هون حطه بمطرح آخر مختلف تماماً يعني بين إسرائيل من جهها طبعاً وبين سوريا سوريا الأسد مش سوريا الشعب من جهها أخرى فإذا لدينا مشكلة الجغرافيا تاني شيء منوصل لتركيبة لبنان لبنان مجموعة مجموعات ومنى قليلهم وبخلاف ما البعض بفكروا إن شاء اللبناني اللي عطول فيه مشاكل أنا بديهني حالنا والشعب اللبناني كيف قادرين هالمجموعات هذه يتعيشوا مع بعضهم بظرف متفجر قدمه وظرف في المنطق بالوقت الحاضر بالإضافة لذلك طبعاً نتخلف سياسي وعنا قسم كبير من الطبقة السياسية لا نحسد عليه فإذا مجموعة مشكلات مش مشكلة واحدة هل النازحين السوريين مشكلة كبيرة بالوقت الحاضر كبيرة كبيرة وما بقفياً نتحملها الحل الوحيد لإله لأنه أكيد بشار أسد ما بدوا إياهم للأسباب السوريجية والديموغرافية معروفة في إلى حل وحيد ما له تاني أنه حكومة لبنانية بالتعاون مع الروس الروسية بتعمل مناطق آمنة لأنه روسيا قدرة تعمل مناطق آمنة يبدو أنه الروسيا لم تلبي رئيس الجمهورية ميشيل عون لم نسمع عن أي قرارات جذرية أنه حكي أنه ننتظر الاتفاق السياسي وإعادة الأعمار يعني عشرين سنة من اليوم صراحة ما بعرف الزبط شو اللي طرحه رئيس الجمهورية هونيكة وإذا انطرح الموضوع بالعمق أو عرضا ما نعرف ما قبلغكم بالحكومة لا يعني لحد علمنا نحن لا بس بكيفة حوال تشكيلة الوفد ما بتنم عن أنه يعني الموضوع هو موضوع النازحين هل يعود النازح السوري فيما بيته مهدام وحياته بخطر لاشه قاعد هون بيت معمر وحياته بأمان أكتر مش هلاك عم نطالب بمناطق آمنة وبنفس ظروف الحياة اللي عيشها هون فيه عيش بالمناطق الآمنة بس عيدي بده بحث جد بين الحكومة اللبنانية وروسية الوحيدة اللي قادرة تعملها روسية تقول هذا لأنك تخاف على التركيبة الديموغرافية في لبنان السنة أصبحوا أكثرية ليس فقط ليس فقط من جميع النواحي لبنان أربع عملية ما فيه يعمل مليون وربع نازح سوري مع كل يعني تقلون الاقتصادي وعلى البناء التحتية والديموغرافية وكل هالعوامل حكيم سؤال شخصي رح تصير يوماً ما رئيس جمهورية لبنان ما بهم بتمنى لاشتألك بس المهم مواحد تعفف في قول عربي كتير حلو لذة السعي نحو هدف معين تساوي تماماً لذة الوصول إلى هذا الهدف المهم أنه كنا عم نشتغل اللي لازم نشتغله من حياة لموقع نحنا فيه بكل صدق و بكل أمان و بكل استقامة نهونيك وطالع في شي دائماً بالفتنة وجوه سياسية في لبنان لم تتغير من أيام الحرب اللبنانية وكتير منهم نشاركوا بالحرب كانوا مقاتلين لماذا نشعر أنه سامير جعجع لم يغفر له ماضيه فيما الباقي مما نشاركوا بهذا الحرب بعضهم مثل ما هني وما حدا نحسبون مع أنك أنت دخلت السجن أول شي ما عندي ماضي يعني يجب الغفران عليه تبلش من هون هايدي اختراع نظام بشار الأسد وقت اللي كان هون بده يخلص من المربع الأخير اللي معارضته بلبنان أجي اختراع لنا ماضي اللي هو مجرد مشارك بالحرب ياللي صارت وأنا برأيي ياللي مشارك بالحرب هو المجرم مشالي شارك بالحرب وقته لأنه وقت تكون شعبك عم بيتعرضها لأدة وما بتشارك بالحرب هيدا بكون الإجرام مش إذا شاركتي وكنت أنت تلميزي وآخر سنة طب وتركتي تتروح تشارك بالدفاع عنه بتصير أنت مجرمة هيدا كله اختراع نظام بشار الأسد والمحكمات اللي عملها بها الخصوص من جهة تانية لاش الآخرين محدد لأنه الآخرين نحن مفترض أنه نروح عليهم بيها الموضوع أو نهجموا بيها الموضوع هل تم شيطانة الأحزاب المسيحية اللي شاركت بالحرب أكتر من أي أطراف أخرى معلوم برجع بلك هيدا بفعل لأنه النظام السوري يعتبر حاله أنه هو اللي انتصر بالحرب شيطان كل اللي كانوا ضده مش لأنه كانوا عم بيعموا غلط لأنه كانوا ضده ويلي ساروا معه وكانوا بردو عم بيقتلوا ضده ما شيطانون انظلمت أنا ما بحطة هيك بحطة أنه بسياء المواجهة اللي بلشت من سنة الـ 75 مع النظام السوري وبعدها مستمر لها اللحظة وحضر المستمر حتى سقوط هذا النظام شكرا لك على هذه المقابلة كنا بحوار خاص مع رئيس حزب الكوات اللبنانية سامير جعجع شكرا للمتابعة